اخواتي الهزر السلام عليكم معكم مشافة البسيط كنتمنى ان شاء الله يكرشيكم زيان وسيحة جيدة الحلقة ديال اليوم ان شاء الله ودي نخصوها لهذا السابلي بفوندو رويال كي طلعها رائع جزال كنتمنى ان شاء الله تشوفوا الطريقة وتبعوا المراحل من الاول الى الاخير وتعملوا اي عجنة ديال السابلي اي عجنة ديال السابلي كتستعملوها ممكن لكم تعملو بها هاد السابلي رويال هنا اي كنشوفو الطريقة من الاول دائما وهنا اي عندي الفوندو رويال را عندي الفيديو ديالو ان شاء الله غادي نخلي لكم في اخر الفيديو ودي تشوفو الطريقة كيفاش تعدلو هاد الفوندو رويال يعني بسكر غلاس وبيض ديال البيض يعني زيت ديال البيض وكتخلطوه مزيان مزيان وكتعملو له تفرقو وتعملو له الملوينات ولكن شوفو الطريقة احسن هنايا كننطلقو العجنة ديالنا ديال السابلي كنتلقوها بهذه الطريقة يعني كنجيبوها فيها واحد ثلاثة ديال الميليم ثلاثة ديال الميليم وباي زواقة يمكن لكم تعملوها باي مونت بياس ديال بحالك دا هادو يعني بالعدد الشكيلات يمكن لكم تعملوها بكل سهولة وكتجي سهلة بزال هنايا انا عطيت لكم الطرق باش انا غدي نوجد العجنة ديالي هنايا كما كتلاحظو هيا واجدها هنايا كننطيبها في الفورم على مية وخمسة وستين دراجة مخصصناش نحمروها بزاف يعني خصا تكون يعني ما بين بلون كاسي بحالك دا تقريبا ما هي قهوية ما هي بيضة مهم كتجي بين وبين هنايا كما بهالطريقة اللي كتشوفو دابا يعني في هاد الفيديو هنايا كننخلطو مزيان هاد الفوندو رويال ديالنا كنعملو لو كننخدو الكيمية اللي غدي نستعملو راي كيكون طلاق يعني مطلوق عفوان كيكون مطلوق بزاف هاد الفوندو رويال كيجيب حالشكل رايب ولا بحالك دا بمتلا او لا ياغورت يعني كيجي بحال بحال هنايا كنزيدو لو واحد القليل ديال الما كنخلطو مزيان يعني كنخلطو هاد الفوندو مع قطرة ديال الما واحد نسب ملعقة صغيرة ولا ملعقة صغيرة ديال الما مع هاد الكيميال اللي عملت عنتوما حتى كيجي بحال الخيط يكون مكتتقطعش عندما يكون بحال الخيط بحالك دا هنايا ديك الساعة كنخدو كورني مثلا اي ورق طاهي مثلا ورق زبدة ولا ورق ديال بابي بويسو مثلا كنخطعو نعملو به اي حاجة يعني باش نعملو كورني هنايا كل لون كنعملو في كورني ديالو هنايا كنخدو ملعقة وكنخدو مزيان كنشدو الأصبوع وكنضيفو كل شي في الكورني هنايا كنوجدو اللي كورنيات هنايا كنشدو كنتنيو بها الطريقة يعني نتنيو مزيان ما نخلوه لأخو الفوندو ديالنا يخرج من الجواني هنايا كننستفو الصابلي ديالنا بها الطريقة اللي كتشوفو هنايا كنجيبو هاد الكورني وكنمشي معاه غير بشوية وماكنننخرش على برا يعني كنجيبو من الفوق بحالك دا كنجيبو هادك الفوندو من الفوق بحالك دا فوق الصابلي بحالك دا باش ما نخليو شي يخرج على برا وكنخليو حتى كينشف يعني مني كينشف ديك ساعات كنجيبو البريو ديالنا باش كن نزينو الصابلي ديالنا ونهايا عوتاني يمكن لكم تعملو بالكسميتو بلابات سكري او لبات ضاموند يمكن لكم تزينو به عوتاني من الفوق ولا بشوكولا يعني قاعد الصابلي رويال يعني دائما ولا بريستيج يعني دائما بنفس الطريقة اللي كتحبه وورا نشف يعني ناشف دابا وهنايا كينما كتلاحظو عندي هنايا دلابات سكري عملت لها هاد الملوينات غادي نخلي لكم الرابط ديال هاد هاد الكسميتو هاد لابات سكري ان شاء الله وهنايا ان شاء الله فيديو ديالو غادي تلقو غداء ان شاء الله غادي تلقو الفيديو ديالو ان شاء الله غادي ننزلو عوتاني باش تشوفو طريقة ديالو مزيل هنايا كنتم من نشاء الله ما تنسوني اشكرى للكد لكنكو والپارتاجو اللي ما مشتركش كنتم من نشاء الله يشتервيكم وشكرا لكم وهنايا دبا هنايا هاد لابات قراني اللي عملت معكم في واحد الحلقة وهنايا قدي نشوفو طريقة ديال هنايا دبا كناخدو هاد هاد البريو وهاد البنسو الراقيق اللي عاملة بحال ريشا ولا بحال ستيلو بحال اكدا كناخدو واحد قليل ديال ديال كسميتو ديال البريو وهاد البريو رافيه النقري في الدهبية في الزرق في البيض مهم في جميع الالوان اللي بغيتو في هاد البريو هذا وهنايا كندوزو على الصابلي وكنزينو طريقة كيف ما بغينا يعني نزينو على الشكل اللي احبينا هنا دبا هناك نعطي لكم كاقتراح يعني تعملو بنفس الطريقة او تختلفو في الزين دائما كيبقى اختياري وهنايا كما كتلاحظو دائما الحاجة اللي كتكون مثلا صعبة عليكم ولا شي حاجة دائما تخليوا هالي في تعاليك ان شاء الله وقد نجوبكم لحقاش كنت كن نخلي مثلا الرقم دي الهاتف كيكون دائما عندي في صندوق الوصفة لكن البعض كيستعملوها بما شي على حسب يعني لما كن نعمل الهاتف الا على الانسان اللي بغي يعرف شي حاجة يتفضل مرحبا وانتم هاد البات سوكري كان اخدوه اي طابع يعني وكن نعملوه وانايا كن نضيفو له واحد قليل دي الماء الماء غير كن كن حطوه الاسبوع للماء وكن دوغزوه مثلا على هاداك هاداك السكر هاداك الفندو اللي كن على الصابلي كن دوغزو علي بشي بانسو رقيقة مثلا بحالك ده ولا بالاسبوع غير شوية وكن حطوه علي هاداك لابات سوكري راكت لسق عليه تماما بحالة عملتي ليها الكولا وانايا كما كتلاحظو نشوفو دائما طابع اللي كيكون كيصلح لنا الخدمة هانتوما هنا يوزو واقع اللي بغيتو يمكن لكم تعملو على حسب الوليدات الصغار على حسب المناسبات على حسب بزاف دي الحواج اللي كي لايش تستعمل هاد الصابلي هادا وانتوما شوفو على حسب هاد اللون مثلا اللي كتشوفو ديال هاد لابات سوكري باللون الازرق هنايا عاو تاني كنشو كناخدوا واحد الورق من التحت واحد من الفوق باش مايبقاش يلتسق لنا على هاد المطلق هذا ولا دلاك ولا رولو كل واحد شك يسميه يعني كل منطقة شك تسميه الحاجة علش انا كنعطي الاسماء تقريبا نجوج ولا ثلاثة الحاجة باش الانسان في اي منطقة يعني يفهم الاخور عليه اش كنتكلم هنايا ان شاء الله غادي نخليو هاد لابات عاو تاني اللي كاتشيت لنا كنجمعوها وكنخدموها عاو تاني دائما ولكن نخليوها دائما في تلاجة يعني ما نخليوهاش على براء يعني تنشف الناول اشي حاجة دائما هاد لابات سوكري عملتها بشوكولة راني عملت الفيديو ديالها ان شاء الله غادي نخليليكم في اخر الفيديو وغادي تشوفو الطريقة ديال ديال كسميتو ديال هاد لابات سوكري وتشوفو الطريقة ديال فندور وايل وليا الصابلي اي عاجينة ديال الصابلي قطليكم ممكن لكم تعملوها انا غادي نخليليكم شي لابات ديال الصابلي ان شاء الله في اخر الفيديو وغادي دخلو له تشوفو الطريقة انتوما الشكل ديال هاد هاد البريو وهنايا يمكن لكم انا عملت شي حاجة متلو شوية ديال الماء قليل من الماء يعني بحالك كان فزقو غير شي شوية وكان كيعطيلي هاد اللون اللي كتشوفو هاد اللون الاصفر واللون اه البستاشي انتوما بحالك دا يعني كان لونو هاد بهاد الملوين ديال بريو وكان خليوا لابات ما ندوزوش عليها يمكن لكم عاوة ندوزو عليها بلون اخر ولا تخليوا هكذاك لكم الاختيار وهنايا دبا كما كتلاحظو يعني ولكن عملو شي مثلا شي وان تيسات الليدين باش ما تكرفسوش هنايا كما كتلاحظو دبا وصلنا نهاية الحلقة وكانتمنى ان شاء الله اي استفسار دائما بتعليق وغادي نجاوبكم كما كتلاحظو هادوهما لبريو اللي كتشوفو هنايا كين نقري كين دهبي هذا النقري ليزيد ودهبي وهذا كين الغوز وكين كين القرون يعني في القري كين بزاف ديال ديال اشكال فهد ليبريو وانايا كنتمنى ان شاء الله تكونوا اشتفتم من هذه الحلقة دي وما تنسوش البرتاج واللي ما مشتاركش دائما كنتمنى ان شاء الله يشترك وما تنسوش في اللايك ديالكم شكرا لكم الى الحلقة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته